موسيقى اللي كان بيسألني عن صيام المنهي عنه في حاجة اسمها أيام منهي منهي عنها في الصيام احنا عندنا في صيام فريضة زي رمضان او الكفارات لو واحد فطر في رمضان فكفارت أيام الفطرها في رمضان فريضة انه يقضيها او حاجة اسمها صيام النذر انه واحد يقول نذر انه علي او يندر انه يصوم وقت معين ايام معينة فدا يبقى فريضة اسمه صيام الفريضة رمضان والكفارات والنذر وفيه صيام نوافل زي ايوم عشراء ويوم عرفة والاتنين والخميس والتلات ايام تلتاشر اربعتاشر اخمستاشر وفيه ايام منهي عنها النبي قال ما تصومش في الايام دي عليه السلام زي مثلا يوم العيدين يوم عيد الفطر واحد شوال ويوم عيد الاضحى عشرة ذو الحجة وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما روى الامام احمد واصحاب السنن التلمذي وابي داود وابن ماجة قال صلى الله عليه وسلم او قال سيدنا عبدالله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين وقال اما يوم الفطر فهذا فطركم من صيامكم واما يوم الاضحى فكلوا من نسككم النسك اللي هو الذبح فالنبي بيقول ده ايام اكل بعد ما كنت صايم ودي ايام الدبح علشان ربنا يحب يوسع على المسلمين في الايام دي ففي نهي عن الصيام في الايام دي وفي نهي عند العلماء في صيام ايام التشريق اللي هي 11 و 12 و 13 ذو الحجة اللي هما ايام عيد الاضحى لان دي ايام كما قال صلى الله عليه وسلم على هذه الايام انها ايام اكل وذكر سواء اللي قاعد في بلده او اللي قاعد وقتها في ميناء بعد ما ينتهي من مناسك الحج الامام الشفيعي قال بس اللي عايز مثلا في الايام دي تكون عنده اجازة مثلا على سبيل المثال اللي عايز يصوم ايام الكفرات في ايام التشريق يجوز لي واحد مثلا فطر في رمضان وعنده يومين مثلا فممكن يصومهم في ايام عيد الاضحى لو هو عايز يجوز من الايام المنهي عنها صيام يوم الشك كنا نتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت اللي هو يوم 30 شعبان عشان انت بتقاش متأكد هو هيبقى 30 شعبان ولا واحد رمضان يوم الجمعة منفردا لو مش بيناسب مناسبة زي عشوراء او عرفة او واحد كان متعود مثلا يصوم الايام دي او ما صدفتش ان هو 13 و14 و15 فكان فيه قبل يوم وبعد يوم صيامه منفرد يوم الجمعة من غير اي مناسبة عند جمهور العلماء في نهي عن صيام يوم الجمعة منفرد لو ما كانش بيناسب اي مناسبة وبيستدلوا بيه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي روى الامام احمد والامام النسائي لما سيدنا محمد دخل على السيادة الجوائرية يوم الجمعة فلاقاها صايمة فقال لها اصمتي امس قالت لا قال لها اتريدين ان تصومي غدا قالت لا قال فافطري صلى الله عليه وآله وسلم فاخدوا منها قول الجمهور بان يوم الجمعة لو ما فيش مناسبة ما يتصمش الوحد اما صيام يوم السبت منفردا فايضا جمهور العلماء بيقولوا انه ما يتصمش الوحد الى الامام مالك الامام مالك اباح صيام يوم السبت منفردا والنهي هنا مش نهي تحريم نهي كراها يعني الاولى اللى تصومها هذه الايام منفردا لكن مش حرام ترجمة نانسي قنقر